وانت في الاهل كمين اكتر لاعب في الاهل صديقك برا من اتي لا اكتر حد كانتتش قوي معاك يعني انت حديث هو حديث تتزاوره والله يعني كل اللعيبة كل اللعيبة طبعا كلهم ولكن يمكن ارتباط عائلي بيننا كبير انا وبالتريكة طبعا يعني ارتباط قصري كمان يمكن زوجتي وزوجته يمكن اصدقاء ووعي الجمعة وبركات ومتعب واحمد فتحي كل دول وما زلت بقى علاقاتك باللعيبة دي بنفس الحجم الاولاني لم تختلف لم تختلف لاني اصلا يعني انا لازم الناس تبقى فاهمة يمكن الناس يمكن جميعين ما تفهمش ان العلاقات دي علاقات طيبة وحتى مهما ان حصل انا واحد الزمالك انا واحد في اي مكان العلاقة موجودة واتصال دايما بينهم العدينا وبنفس كسافتها اه طبعا بنفس كسافت بركات انت موافع ان هو يعتزل لا طبعا خسارة طبعا كبيرة طبعا بركات يمكن انا من اللعيبة اللي بحبها واللعيبة اللي قضى ويقدي بشكل قوي وقدامه لسه وقت طويل لاني بركات لعيب زكي وده مهم جدا لاني بيعرف ازاي يوظف موجوده جول ملعب لعيب بنا مديله ميزة ان هو خفيف الحركة مش من اللعيبة اللي هو ممكن يتأثر مثلا ان هو وزنه يزيد فلا يعني اللعيب يقدر يرجع بسرعة بدنيا يقدر يرجع بسرعة لانه بيقربنا مديله ميزة انه عنده خفية الحركة فانا اعتقد اني اتمنى طبعا ان بركات يكمل طب لو كان عنده عرض اعلامي قوي ماليا وما زال عنده القدرة على العطاء في الملعب انت تفضل ايه؟ انا مش عايز اتكلم باسم بركات لاني بركات قريب مني جدا لو انت انا مش عايز اتكلم لاني بركات قريب مني جدا والله هي بتبقى دوافع يعني ممكن يكون هو ماجل حاس ان زيدان بطل في عز مجدو قالك خلاص انا حاس ان انا كده عايز اتاح وعايز عايش حياتي والكلام ده وكده هو من الجايز يكون ده فكر ان خلاص انا حاس اني ضغوط 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 طول الوقت فحاس ان انا عايز اتاح انما هي القصة مش قصة اعلامية ولا الكلام ده كده خالص والله يعني انا من يعني من كلامي معاه وكده انا عايف ان الامور ده كلها امور مختلقة قصة مش قصة إعلام خالص ولا قصة إعلامية ولا كلام ده وكده هو ممكن يكون راجل عنده حس أنه خلص هو عايز يتاهم بالضبط الدوافع عنده خلاص ما بقيتش موجودة أنه هو عايز بقى خلاص يعني ممكن بقى أنا عايز عيش حياتي ومش عايز بقى عايش طول الوقت في الضغوط اللي أنا عايش فيها والكلام ده وكده ده من الجايز طبعا إنما قصة الإعلام والكلام ده وكده هو دليل قد يحدد كمان يعني هو طبعا اللي يضع يحدد هو عايز إيه بالضبط طيب أخيرا بالنسبة لمحمد صلاح